أيها الإخوة الكرام من توجهات النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مسنى وسلاس يعني من السنة أن تشرب الكأس على مراحل سلاس لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مسنى وسلاس يعني حدثني أحد الأطباء في عصب اسمه العصب الحائر وله اسم آخر اسمه العصب المبهم هذا العصب مرتبط بالقلب وبالمعدة ولما الإنسان يشرب الماء البارد دفحة واحدة وجسمه في الدرجة السابعة والثلاثين ربما تنبه هذا العصب تنبهاً قاسياً فأودى بحياة الإنسان في أكثر من عشرة حالات في العالم موت مفاجئ من شرب الماء دفعة واحدة ماء بارد وأنت في حر شديد دفعة واحدة لذلك إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يغترف غرفة بيده فالسنة إذن مبنية على حقائق العلم اشرب الماء على مراحل ثلاث أول مرة والثانية والثالثة هذا أول توجيه من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام الآن تتمت هذا الحديث وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَأَحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ أريد أن أفهم معكم أو أن نفهم معهم ماذا تعني التسمية؟ كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعني التسمية بالعمق؟ أولاً هذا الكأس من جعله عذباً فراتاً الله عز وجل هو من ماء البحر أصله من ماء مرح أجاج أحياناً تغرق السفينة وينجوا بعضهم بقارب نجاة ويموتون واحداً واحداً من شدة العطش وهم فوق البحار كما قال بعض السعراء كالعيس في الصحراء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول وكم من قارب نجاة مات من فيه واحداً واحداً من شدة العطش وهم على سطح البحر فلذلك أيها الإخوة من جعل ماء البحر عن طريق التبخر والأمطار والينابيع ماءاً عذباً فراتاً ما معنى بسم الله؟ أنا أشرب الماء الذي خلقه الله عذباً فراتاً الذي صنعه الله عذباً فراتاً الذي سخره الله لي عذباً فراتاً أنت في كل قضية تسمي الله عز وجل فيها يعني انتبه إلى هذه النعمة واحد دخل لبيته قال بسم الله الرحمن الرحيم من أعطاك هذا المأوى؟ واحد أكل طعام يحبه وجسمه يحتمل هذا الطعام وجسمه صحيح قال بسم الله الرحمن الرحيم من خلق هذا الطعام؟ عود نفسك أن البسملة تعني لفت نظر لهذه النعمة دخلت لبيتك أركبت مركبتك أمسكت ابنك البسملة تعني لفت النظر إلى أن هذه النعمة من عند الله وأنت تستخدمها وتنعم بها بسم الله المعنى الثاني هالإله العظيم كيف أمرك أن تشرب عن طريق نبيه أن تشرب على مراحل ثلاث فكأن البسملة تعني شيئين تعني أن هذه نعمة وأن هذه النعمة ينبغي أن تستعملها وفق منهج الله هذا معنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم باسم فضله باسم كرمه باسم نعمه ووفق منهجه باسم نعمه باسم فضله ووفق منهجه أشرب هذا الكأس فلذلك أول توجيه لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مسنى وسلاس وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم واحد سأل أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك قال بنصف ملكي قال لو منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر أن تشرب والكليتان تعملان بانتظام يعني اسبوع الماضي أخوين كريمين فجأة اكتشفا أن الكلية متعطلة نهائية ماذا يعني؟ تصفية البول عن طريق كلية صناعية ماذا يعني؟ ثمان ساعات وبالأسبوع ثلاث مرات وفي كل مرة ألفين أو ثلاثة أما هذه الكلية التي أودعها الله فينا بحجم البيضة تعمل بانتظام تصف الدم إذاً إذا شربتم فسموا وإذا رفعتم فاحمدوا هذا التوجيه بالمناسبة أيها الأخوة لو واحد دخل لبيته إذا دخل الإنسان إلى بيته فقال بسم الله الرحمن الرحيم وجلس إلى الطعام دخل إلى بيته فألقى السلام وجلس إلى الطعام فسمى الرحمن يقول الشيطان ليس لكم في هذا البيت لا مبيت ولا عشاء فإذا دخل ولم يسلم يقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء فإذا دخل ولم يسلم وجلس ولم يسمى يقول الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء إذا أن نشرب سلاساً وأن نشرب مصاً وأن نشرب قعوداً إذا شربت فاجلس أدركتم المبيت إلا أن ماء زمزم مستثمى من هذه القاعدة أيها الإخوة لو عدنا إلى موضوع الشرب يقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء الآن ثبت أن هناك عدوى يسببها الزفير بعض الأمراض تنتقل من إنسان عن طريق الزفير فإذا تنفست في الإناء وشربت جزءاً من ماء الكأس وجاء إنسان شرب البقية لعل في هذا الماء شيء من أسباب المرض لذلك النبي الكريم يقول أبني القدح عن فيك اشرب وأبعد القدح عن فيك من أجل أن لا يكون التنفس في الإناء لفت نظر مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأكل التمر لو أنه أمسك تمرة فأكلها تقي أن يخرج النوات من فمه أمسك النوات ووضعها على طرف المائدة ثم أمسك تمرة أخرى وجدها قاسية فتركها ما الذي حصل؟ دقق أكل تمرة ثم أخرج نواتها بأصبعي وضع النوات على طرف المائدة وتناول تمرة ثانية الثانية قاسية لم تعجبه فتركها واختار تمرة ثالثة ما الذي حصل؟ انتقل لعابه إلى تمرة لم يأكلها فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل التمر وضع النوات هنا أرأيتم إلى هذه الدقة في تناول الطعام لتبقى أطراف أصابعه جافة لا تنقل لعابه الشريف إلى تمرة لم يأكلها وفي موضوع الشرب يقول عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحد منكم قائماً لا يشربن أحد منكم قائماً موسيقى